اشتركوا في القناة بعنوان 19 عام على احتلال العراق واقع مأساوي ومستقبل مجهول وحقيقة لأن الجلسة الأولى أخذت وقت كثير سأحاول الدخول مباشرة إلى الجلسة الثانية التي تتكون من ثلاث ورقات الورقة الأولى للأستاذ ديرك اندرسون ناشط وحقوقي يتكلم في ورقته هذه عن موقف المنظمات الدولية من حالة حقوق الإنسان في العراق والورقة الثانية ستكون للاستاذ محمد امشيامش ناشط حقوقي وحاصل على إجازة بحقوق اللاجئين من منظمة العفو الدولية امنستي وورقته بعنوان أوضاع حقوق الإنسان في العراق بعد الاحتلال ثم الورقة الثالثة التي ستكون عبر خدمة الزوم لدكتور عدنان ياسين مصطفى استاذ علم الاجتماع وعنوان ورقته التعليم والأمن الإنساني في العراق أبدأ بداية مع الأستاذ ديرك اندرسون يتكلم عن ورقته لمدة 15 دقيقة فليتفضل مشكور أولا أود أن أشكر مركز الرافدين لدراسات الاستراتيجية رسام لدعوتي أعتقد أن وأنه من الأهمية بمكان أن يتم تناول أو تذكر الدمار الذي حل بالعراق في كل عام وطبعا لازم لا نستطيع أن نلتقي في بغداد في بغداد المحررة حتى الآن السؤال التالي الذي أود أن أثيره مؤخرا طبعا نحن كلنا نكبر بالعمر ومؤخرا كان لدي بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون في الأشياء العراقي وأحدهم كان سيدة الأعظم وهو زوج سيدة هيفا زنغانا وهو صديق للشخص الآخر ودي ليفيل هاوس وأعتقد أنكم لا تعرفونها ولكنها هي المرأة التي جذبتني للموضوع العراقي لأنها كانت في عام 1991 كانت جزءا من فريق الدراسة الدولي الذي أعدته جامعة هارفورد ليراقب أثار الحصار وأثار الحرب على الشعب العراقي وقد طلبت مني في واقع الأمر أن أقود وفدا إلى العراق وهو الأمر الذي قمت به في عام 1992 حيث شهدت معجزة إعادة الإعمار ومنذ ذلك الحين أصبح حبي لشعب العراقي خالدا نعم عبى على مر السنوات فقدنا الكثير من الأشخاص الجيدين وإن كانت الحرب صامتة فإن بعض الأشخاص وبعض الأشخاص المؤثرين للغاية وسأذكر بعض أسماء هؤلاء الأشخاص لدينا غزي سراماغو رمزي كلارك ويليام بلوم سامير أمين هاوردزن هارولد بينتر ميكويل بسكونتو موغرم وهو الرئيس السابق في المجلس العام للأم المتحدة إدوارد هرمن إدواردو غاليانو دينيس بروتوس وهو الناشط جنوب أفريقي الشهير مايكل ماندل وهو مدرس جامعة وأندري كوتشيك هؤلاء أشخاص من المحكمة بروكسل أعضاء في محكمة بروكسل وبالنسبة لهم استغرقهم أو اتخذ منهم الأمر شجاعة كبيرة ليوقعوا على البيانات التي وقعوا عليها لإدراك أو ملاحظة السيادة العراقية والمقاومة العراقية الذين كانوا يعتبرون بأنهم إرهابيون والآن المقاومون في أوكرانيا يعتبرون مقاتلون لأجل الحرية فبالتالي أحببت أن أذكر اسمهم لأنه بعد 29 عام من المهم أن ننظر إلى الوراء ونستذكر الأشخاص الذين كانوا معنا طبعا العقوبات كانت وسائل الإعلام تنشر الأكاذيب حول نظام صدام الفضيع وكأن صدام الحسين هو الوحيد الذي يسكن في العراق نعم صدام الحسين كان ديكتاتورا بالنسبة مثل العديد من الدكتاتوريين أو الطغاة في العالم ولكن الحصار أذى الكثير من الناس أكثر من النظام العراقي الاعتداءات من أولئك الذين كانوا يريدون تمديد العقوبات وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا كانوا يقولون دوما بأنه مشكلة أو بالسبب صدام حسين لم يتحسن شيء في العراق بل وحتى مع ازدياد المساعدات الإنسانية لازالت الصحة العامة مشكلة كبيرة وهي تتدهور بشكل كبير بسبب عدم التوافر أو لأن النظام يصرف الكثير من الأموال على الأسلحة عوضا عادية القدمات نادرا ما يكتب بأن الخنق الاقتصادي للبلاد وتدمير المنشآت المدنية وكوارث العامرية وأوتوستراد الموت بالإضافة إلى الرعب اليومي من القصف الأمريكي هو كان أساس معاناة الشعب العراقي كل وسائل الإعلام العامة في العالم أسهمت في استمرار العقوبات ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمم المتحدة التي دافعت عن نظام العقوبات ومعظم منظمات الحقوق الإنسان مثل هيومن رايس ووتش ومنظمة العفو الدولية في عام 1991 ماكس ووندرستول وهو أحد السياسيين تم تعيينه المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق وقد ظل في هذا المصب حتى استقالته عام 1999 وقد ركز بشكل أحادي الجانب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة العراقية ولم يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتسبب بها الحصار في كل هذه السنوات رسم صورة قاتمة للحقوق الإنسان في ظل صدام حسين ولكنه بعد هذا التقرير لم يعد مرحبا به في دخول إلى البلاد وبعد ذلك كان ينشر التقارير من قبل مصادر مختلفة منظمات حقوق الإنسان تعمل بالسير في الداخل أو في المنفى وقد رفع تقاريره للجنة حقوق الإنسان في أتابع العلم المتحدة في جينيب تحول انتباه أو تركيز المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بشكل متدرج من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الحكومة العراقية إلى النظام العقوبات الذي فرضته الأمم المتحدة وكان هناك دينيس هوليفي وشخص آخر أيضا هذان شخصا وهما جزءا لا يتجزأ من محاكمة بروكسل ولذان قاما بالكلام عن تأثير العقوبات الاقتصادية على حياة الأطفال وحياة المواطنين وقدما نظرة متزينة أكثر حول الواقع العراقي هذا الشخص كان يقود اللجنة الفرائية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان هذه اللجنة الفرائية قدمت طلبا لرفع العقوبات وكانت واضحة جدا وأقترح وأقتبس هنا إدانة التسبب بالسكان المدنيين بالوصول إلى المرض والجهل وتجويع وحتى الموت وكذلك كان يقول بأن هناك كارثة إنسانية يجب التركيز عليها عندما نتحدث عن الحديث بأن أي وفيات تحدث بسبب نظام العقوبات هي عبارة عن انتهاك للقانون الدولي الإنساني وهذه الزمات الاقتصادية الموجودة في العراق هو بسبب نظام العقوبات وكان هناك أيضا مذكرات لماكس فاندرستون ليس بالنسبة له ولكن هناك أيضا منظمات حقوق الإنسان والتي لم ترى علاقتنا مع حقوق الإنسان في ذلك الوقت وكذلك الأمم المتحدة أو المفوض الأسامل لحقوق الإنسان روبينسون لم تنتقد بشكل منفتح انتهاكات حقوق الإنسان في العراق التي تسببت بها العقوبات مثل الحق في الحياة الأمريكيون في ذلك الوقت كانوا وقحين وقالوا بأن هذا التقرير كان غير صحيح ومنحاز وأنهم يعملون جاهدين ليتأكدوا من رفاه الشعب العراقي في شهر مايو 2012 باراك أوباما منح وسام الشرف الرئاسي وسام الحرية لثلاثة عشر شخصية في الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبريت نحن نعلم جميعا مادلين أولبريت لتعليقها على تقرير اليونسيف عام 1996 والذي ذكر فيه بأن حوالي نصف مليون طفل قد قتل بسبب العقوبات الأمريكية على العراق وقد طالت أعتقد أنه كان خيارا صعبا ولكننا نعتقد بأن الثمن كان يستحق ذلك هذا أمر مهول طبعا هذا عبارة عن اعتراف بالإبادة الجماعية والدفاع عنها على نطاق واسع الدمار المحسوب في عام 2003 وما بعد ذلك يعتبر أحد أهم جرائم الحرب التي حدثت في القرن الحادي والعشرين والقرارات الحاسمة التي اتخذت والتي أنهت الدولة العراقية وقتلت مئات ألاف العراقيين المواطنين العراقيين أخذت بتدبير كبير بالنسبة للعالم لفترة تتجاوز العقد من الزمن سأركز على ردود فعل الأمم المتحدة لأنني سمعت بعض التعليقات المثيرة للانتباه من المتحدثين السابقين وقد تعلمت الكثير منهم المجتمع العراقي الآن يعيش في دمار واختناق اقتصادي وتدهور اجتماعي وانعدام في الخدمات العامة وهذا يشكل انتهاكا للحقوق والذي يؤثر على قطاعات عالية من المجتمع هذا من تقرير للأمم المتحدة في الثامن من أغسطس عام 2011 وحتى الأمين العام للأمم المتحدة الآن عندما كان المفوض السامي للاجئين أنتونيو جوتيريش ذكر بأن العراق قال أن العراق أكثر النزاع معروف ولكنه أقل أزمة إنسانية يعرف عنها في العالم طبعا مؤشرات الدمار مذهلة منذ انسحاب القوات الأمريكية التطهير العرقي والقتل متزايد الولايات المتحدة الأمريكية وضعت حكومة للعراق وساعدتها طبعا لن أدخوض في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بالميليشيات هذه الأمور حدثت تحت بصري وسمع المجتمع الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان ولكن دون أي جواب فعال نعم من الصحيح أنه كان هناك تقارير منذرة بالخطر قد نشرت من عدد من منظمات الحقوق الإنسان خاصة بعد خروج قوات التحالف من العراق ولكن لم أرى أي متابعة لهذه التقارير ولا أي نتائج أو عواقب على المرتكبي الجرائم الوحيد الذي عقب هو جوليان أسانج لأنه نشر الحقيقة في تسريباته وهو لا يزال في السجن عدم ذكر الرابط بين الولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات التي تدعمها إيران والقيادات الشرطة أو وحدات الشرطية التي تقودها أمريكا أو التي تدعمها أمريكا ومما في ذلك الدعم والتدريب وقيادة هذه الوحدات العراقية يشوه الحالات أو الأحداث التي حدثت في العراق ويشكل صورة بأن العنف قد نشأ بسبب العراق عراقيين أنفسهم ويغفي اليد الأمريكية في استخدام أسوأ أنواع العنف سأتحدث عن محكمة جنات الدولية في عام 2006 بعد وصولها حوالي الفين رسالة فيما يتعلق بالعراق قالت بأن المعلومات المتاحة لا تشكل أرضية منطقية بأن الحرب على العراق كانت تهدف إلى تدمير جزئيا أو كليا لمجموعة إثنية أو دينية بعينها في العراق ويستمر التقرير وبعد ذلك النتيجة تقول بأنه لا هناك اعتقاد بأنه هناك جرائم حرب ارتكبت وهذا لا يكفي لإطلاق تحقيق من قبل محكمة جنات الدولية هذه فضيحة وفي عام 2014 المدعي العام في المحكمة جنات الدولية قال بأنه سيفتتح تحقيقا أوليا حول الوضع في العراق والذي كان قد أغلق في عام 2006 في نتيجة في 9 ديسمبر 2020 قررت المدعي العام بإغلاق هذا التحقيق الأولي وقالت محكمة جنات الدولية هي ليست هيئة لحقوق الإنسان لترى أو تنظر فيما إذا كان هناك انتهاك أو احترام لحقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي وهذه فضيحة يمكنني أن أتحدث كثيرا عن الأمور السلبية ولكن يمكن أيضا أن نتحدث عن بعض الأمور التي قام بها المجتمع الدولي بعض المبادرات الصغيرة والتي بدأت بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت وقد كان هناك عدد منها ولكن لم تفضي أي من هذه المحاولات إلى نتائج قانونية على الأطراف التي بدأت في هذه الحرب غير قانونية شكرا جزيلا للأستاذ ديرك اندرسون الناشط والحقوقي على ورقته التي قدمها حول موقف المنظمات الدولية الآن ننتقل إلى الورقة الثانية للأستاذ محمد امشينيش ناشط حقوقي وحاصل على إجازة في حقوق اللاجئين ليتكلم عن ورقته الموسومة بعنوان أوضاع حقوق الإنسان في العراق بعد الاحتلال فليتفضل مشكورا شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بداية كل الشكر لمركز راسام للدراسات الاستراتيجية على هذه الندوة وهذه الدعوة وتحية للحضور الكريم كل باسمه ولقبه وصفته وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك علينا جميعا بداية ورقة حقيقة تناولتها بثلاثة مباحث المبحث الأول كان عن تراجع الحقوق الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمبحث الثاني كان عن انتهاكات حقوق تجاه الإنسان العراقي بشكل مباشر والمبحث الثالث كان عن انتهاكات حقوق الإنسان في البنية التحتية في العراق ومقسمة كل واحدة منها بعناوين تخصصية سأحاول أن أجمل سريعا والتفاصيل ستجدونها في الورقة ولكن حتى نعرف مستوى ما حصل في العراق بعد الاحتلال بعد عام 2003 وما جرى فيه من أحداث طائفية وغيرها حتى نعرف مستوى ما حصل في البلد لا بد أن ندخل في هذه العناوين حتى نعرف مستوى التدمير الذي تعرض له هذا البلد العظيم فمع حلول شهر آذار من عام 2022 يكون قد مضى عشر عاما على غزو العراق واحتلاله والذي نجم عنه تدمير العراق وإحلال نظام حكوم يقوم على المحاصصة الطائفية ويستثني الطاقات المميزة في الدولة العراقية بعد أن تم حل الجيش والمؤسسات الأمنية وغيرها من الدوائر بما فيها تلك ذات الطابع المدني وما يزال شعب العراق يعيش في ظروف سيئة للغاية إذ يفتقروا إلى الخدمات الأساسية ومنها الماء والطعام والكهرباء بالإضافة إلى حقوق التعليم والصحة وحرية التعوير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بل حقه الأساسي في الحياة فقد تعرضت جميعها للخطر نتيجة العمليات العسكرية العشوائية المدمرة التي نفذت داخل البلد لدواعي مختلفة إضافة إلى سياسات التخويف والتهديد التي تمارسها أجهزة السلطة الأمنية في العراق تجاه الشعب بشكل عام وتجاه معارضيها بشكل خاص وارتفعت نسبة البطالة بين الشباب وزادت الأوضاع الاقتصادية السيئة كالفقر والبطالة وارتفاع الأسعار من التحديات التي تواجه حياتهم وعم الفساد المالي والإدارة جوانب الحالة العراقية وفقد الأمن والاستقرار الداخلي وبات تعزيز الديمقراطية يمثل حلما في هذه البيئة من تردي الأوضاع وعدم الاستقرار سيطرت الميليشيات التي تشيع قيم الطائفية ونشر العنف على مختلف مدن البلاد وتفاقمت الأوضاع الهشة لسكانها وغابت سلطة الدولة وسيادة القانون جراء ضعف القضاء وعدم استقلاليته لقد استخدمت السلطة العراقية والميليشيات الطائفية ذريعة محاربة الإرهاب لتدمير مدن وحواظر العراق الكبرى وتركتها غير صالحة للسكن وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر وهناك بدن أخرى يحرم سكانها من مجرد التفكير بالعودة إليها مثل مدينة جرف الصخر والتي تعد مثالا صارخا لما يجري في العراق من انتهاكات أما أولئك المتظاهرون الذين يتظاهرون سلميا من أجل حقوقهم فالقمع والقتل مصيرهم أي تغيير للوضع في بلدهم نتيجة لذلك أقصد أنه سيتم قتلهم الذين يسعون لتغيير الأوضاع في البلاد حالة حقوق الإنسان في العراق أكثر من سية وهو ما ترك ملايين من العراقين يائسين في الحصول على هذا التغيير في الاحتياجات الأساسية كمقدمة لا بد أن نعرف أن الآن أكثر من 40% من الشعب العراقي هو يعيش تحت مستوى خط الفقر وذلك حسب ما أعلنته وزارة التخطيط العراقية على لسان الناطق باسمها عبدالزهر الهنداوي وذكر مستويات الفقر في العراق وقال أن من يتربى على عرشها هي محافظة المثنة ذكر تفصيل محافظة المثنة يصل نسبة الفقر فيها إلى 52% بالمجمل فإن عدد الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر أو ينقصهم أحد الاحتياجات الأساسية التي سأذكرها تباعا يصل إلى 8 مليون عراقي يعني بما يقدر يقترب من حوالي ربع سكان العراق يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة في واحد أو أكثر من الاحتياجات الأساسية في العراق الاحتياج الأول وهو الغذاء يعيش أكثر من ربع سكان العراق تحت خط الفقر البالغ طبعا خط الفقر عند الأمم المتحدة قدر ب2 دولار في اليوم الذين يعيشون تحت مستوى هذا الخط يتجاوز ربع السكان ويعدوا أن إعدام الأمن الغذائي حالة مزمنة في العديد من المناطق في وسط وجنوب العراق وعندما يتوفر الغذاء الأساسي للغاية لا يقوى على تحمل نفقته سوى عدد قليل الكلام لعضو اللجنة الزراعة في البرلمان العراقي ذكر أن غياب التخطيط مرتبط بعدم وجود كفاءات تدير هذه الوزارات وجلسات مجلس الوزارة إذ أن الوزراء جاءوا وفقا لمبدأ المحاصصة وهم غير كفوئين ولا يمتلكون القرار والقرارات بيد الكتل السياسية التي ينتمون لها الأمر الذي يجعل الحكومة تنتظر دخول الأزمة وعند ذلك ستواجهها من دون تخطيط وتتعامل معها كحالة آنية بعيدا عن الخطط المستقبلية ولذلك نجد هذه الحالة المزرية في موضوع الغذاء أما في موضوع المياه فيجب أن تكون من الحقوق الواجبة هو أن تكون إمدادات المياه لكل شخص كافية ومستمرة لتغطية الاستخدامات الشخصية والمنزلية التي تشمل المياه لأغراض الشرب غسل الملابس إعداد الطعام والنظافة الصحية والشخصية والمنزلية ولكن للأسف نجد أن ملايين العراقيين يفتقرون المياه الصالحة للشرب ويعيشون في ظل أنظمة مياه مجاري سيئة جدا والحقيقة ما صدر من بيان في منظمة اليونسيف في آب من العام الماضي كان صادما إذ أشار التقرير إلى أن قرابة ثلاثة من بين خمسة أطفال في العراق ليس لديهم وصول إلى خدمات الماء الآمن كما أن أقل من نصف مدارس العراق فيها خدمات مياه أساسية نصف الثاني ليس فيه أي خدمات وهذا يعرض الأطفال الخطر طبعا الأسباب كثيرة ولكن ما أعلنته الوزارة الموارد المائية العراقية في تشرين الثاني من العام المنصرم في بيان أنها قررت رفع دعوة في المحاكم الدولية ضد إيران بسبب قطعها مياه أنهار الزاب الأسفل وسيروان والكارون والكرخفي عن البلاد هذا بالنسبة للمياه أما في موضوع الكهرباء فأن العراق ينتج تسعة عشر ألف ميجاوات حاليا بينما هو يحتاج فعليا إلى ستة وعشرين ألف ميجاوات في الشتاء وأكثر من ثلاثين ألف ميجاوات في ذروة الصيف ورغم الإنفاق الهائل الذي يصل يقترب من مئة مليار دولار إلا أن الكهرباء عفوا هذا الإنفاق ما يقرب من مئة مليار كان حتى عام الفين وخمسة ومثلها حتى عام العشرين يعني كل خمس سنوات يتم إنفاق ما يقرب من مئة مليار دولار على الكهرباء التي الآن يتراوح ما يصل إلى الفرد أو إلى البيت ما بين أربع إلى ثمان ساعات فقط في اليوم والكلام على عضو مجلس المفوضي العليا لحقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي في مايو الماضي قال أن تقاعس وسوء إدارة وزارة الكهرباء لهذا الملف الحيوي وتناقص معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية وابتزاز أصحاب المولدات الكهربائية وعدم احترامهم والتزامهم بالتسعير المقرر من الحكومة المحلية أسهم في انتهاك حق الحياة والتمتع بالخدمات وهي أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من المفروض أن تلتزم بها الدولة العراقية أما بخصوص السكن فالسكن يا أخوانه هو من الحقوق الأصلية والثابتة لكل فرد التي يجب أن تتوفر للمواطن وعلى الحكومة العراقية كان أن توفر هذا السكن ما أريد أن أقوله أن عدد المشردين في العراق في إزياد مضطرد وهؤلاء يتخذون شوارع وساحات عامة مكانا لإيوائهم في ظل تخلي الدولة عن القيام بواجباتها هؤلاء يكونون عرضا للانتهاكات والمضايقات والأهم من ذلك أنهم يكونوا تحت رحمة الميليشيات والعصابات المسلحة التي تحكم غالبا هذه العشوائيات والتي تعمد إلى تجنيدهم في صفوفها مقابل منحهم حق السكن في هذه العشوائيات بمعنى أنها بؤرة لتجنيد عناصر هذه الميليشيات في هذه الحقوق الأساسية أما في حقوق المرأة فالأمر حقيقة معقد ومؤلم ما تتعرض له المرأة في العراق من انتهاك كبير يعني لازم تعطيني شوية حتى أخلص سريعا إن شاء الله أن ننجز المرأة إخواننا هناك انتهاك كبير لحقوق المرأة الآن نصف نساء العراق هم أميات يجهلن القراءة والكتابة بعد أن العراق كان في الثمانيات قد كسر هذه الفجوة ولا يوجد في العراق كان أمية اليوم نحن نتكلم عن 50% من النساء في العراق لا يقرأنا ولا يكتبنا مع الأسف طبعا معدل وفياتي الزاد بسبب تردي الوضع الصحي والمنظومة الصحية في العراق كان هناك مساهمة للمرأة العراقية في مظاهرات تشرين وكان هناك شهداء من النساء وناشطات كان يعملنا ويجهدنا لأجل الحصول على ذلك انتهاكات الشباب يكفي أن نشير إلى أن نسبة البطالة اليوم في الشباب تصل إلى 40% 160 ألف إلى 170 ألف شاب عراقي يتخرج سنويا من الجامعات والمعاهد العراقية وهؤلاء لا يجدوا أي وظيفة عمل وهؤلاء بيئة خصبة لأجل تجنيدهم ضمن الميليشيات الطائفية التي تقتل في العراق الأطفال أيضا هناك انتهاكات خطيرة بحق الأطفال هناك ما يقرب من خمسة ملايين طفل يتيم في العراق هؤلاء حالة اجتماعية صعبة جدا تحتاج إلى رعاية وهي غير متوفرة رصدت الأمم المتحدة في آليتها للرصد والإبلاغ أن هناك قتل وتشويه للأطفال يشكل أكبر انتهاك جسيم لحقوق الأطفال في العراق وأن هناك خمسة وعشرين بالمئة من أطفال العراق لم ينالوا التعليم الابتدائي خصوصا في المناطق التي تسمى في المصطلح في عدة السلطة تسمى المناطق المحررة التي كانت تعرضت للتدمير والأمر أيضا صعب اللاجئين والمهاجرين أيضا في المبحث الثاني هناك ما يقرب من أربعة ونص مليون لاجئ عراقي منتشرين 2 مليون في داخل العراق والبقية خارج العراق انتهاكات كبيرة في هذا العنوان أنا أريد أن أشير حتى في الوقت المتبقي في موضوع حرية التجمع السلمي هناك مادة في القانون الدولي في العهد الدولي مادة 21 تضمن هذا التجمع السلمي للأسف هذا في العراق ينتهك بشكل صارخ وكان ينتهك بشكل صارخ وكل يوم يتم استهداف الناس رغم أنهم كانوا مرخصين وكانوا ضمن الضوابط التي رعتها القوانين الدولية رغم ذلك كانوا يتعرضوا للانتهاكات في موضوع انتهاكات الميليشيات سريعا في الميليشيات تم قونة أوضاع الميليشيات في العراق وفي القانون الرقم 40 لسنة 2016 عندما ضم الحجد الشعبي وأجيزة عمله وتصاعدت قوة الميليشيات دورها عندما وصل العديد من قادتها إلى عضوية البرلمان العراقي في عام 2018 هناك مفارقة غريبة في العراق أن هذه الميليشيات تطرح نفسها كمقاومة مشروعة ضد الاحتلال الأمريكي رغم أن قادة هذه الميليشيات هم أنفسهم من كان يقاتل تحت لواء قوات التحالف الأمريكي أثناء احتلال العراق وهم أنفسهم من قاتل تنظيم الدولة الإسلامية تحت غطاء جوي أمريكي وهم أنفسهم من كانت تمولهم الإدارة الأمريكية وتمدهم بالسلاح والعتاد قبل أن تقطعهم عنهم في آذار الماضي اللي هو الحجد الشعبي بقرار أمريكي تم قطع لأنه كانت تمولهم ثم بعد ذلك أخذت موقف آخر هذه الميليشيات التي طبعا قوات الحجد تعتبر نفسها مدافعة عن السيادة العراقية والقانون العراقي وتطبق ذلك وفق النسخة الإيرانية ولكن في الوقت نفسه لديها انتهاكات جسيمة ومتكررة ومدمرة لحقوق الإنسان والقانون في العراق التعذيب حالة مزرية في العراق لأن التعذيب هو طريقة لانتزاع الاعترافات هناك ما يقرب الموثق فقط من خمسين ألف معتقل عراقي جلهم انتزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب وهذا موثق في تقارير أممية ودولية كثيرة ولكن للأسف لا يتم التعاطي معها في الاختفاء القصري أخوانا الرقم صادم حتى عام الفين وثمانطعش طبعا لا يوجد إحصاء رسمي للمختفين قصريا ولكن ما تم رصده من مؤسسات دولية أن هناك حتى عام الفين وثمانطعش ما يقرب ما بين ميتين وخمسين ألف إلى مليون مختفي قصري في العراق وهذا أيضا موثق لدى الأمم المتحدة ولديها طريقة والوثيقة أنا جبت رقم الوثيقة حتى لم يرد يطلع عليها رقم حقيقة صادم العراق دولة رقم واحد في ممارسة حق الإعدامات في العراق حقيقة بسبب وبغير سبب وهي وسيلة لكسر شوكة وإرادة كل المعارضين والطريقة سهلة اتهموا بالإرهاب لأي معارض ثم حاكموا بدون أسس المحاكمة القانونية لتتوفر فيها أبسط المحاكمات أبسط مقومات المحاكمة العادلة ثم يذهب الأمر إلى الإعدام في موضوع المدن المدمرة حقيقة كلنا يعرف ما جرى في الموصل على سبيل المثال وما تم من تدمير كبير لهذا البلد والفلوجة والرمادي كلها حواظر معروف انتمائها إلى طائفة معينة وكان استهدافها بهذه الطريقة بل ونهبها وسلبها بهذه الطريقة واضح أنه كان الغاية منها هي تحقيق غايات سياسية في هذا الموضوع في النظام الاقتصاء الصحي في تدهور البنية التحتية في تدهور النظام الصحي يكفي أن يشير يكفي أن يشير إلى أن عدد الأسرة في العراق انخفض من عام 1980 إلى 2017 كان حصة المخصصة للأفراد بلغت 1.9 سرير إلى 1.3 سرير لكل ألف عراقي يعني كانت في عام 1980 سريرين لكل ألف عراقي احنا اليوم نتكلم عن سرير ربع لكل فرد عراقي رغم أن عدد العراقيين صار 40 مليون مقابل العدد في العام 1980 يعني يكفي أن أشير إلى أن المنافسة الشرسة بين السياسين العراقيين للفوز بوزارة الصحة بهدف اختلاس الأموال من عقود الأدوية وتتوفر في المحاكم الأمريكية أدلة مقدمة ضد الشركات أعطت رشاوة للفوز بعقود من وزارة الصحة العراقية وفي الواقع فأن الحكومة العراقية ووزارة الصحة متهمان ببيع الأدوية وهو ما ظهر جليا عند تفشي وباء الكوفيد 19 والذي أظهر عدم جهوزية وزارة الصحة أخيرا تسمح لي دقيقة واحدة فقط دقيقة واحدة في موضوع التعليم فقط أشير إلى أن الأحدث تقرير لمنظمة الأمم المتحدة اليونسيف كشفت عن وجود 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج هذه المدارس أرقام صادمة حقيقة يكفي أن أقول ذلك أنا الورقة حقيقة هي دراسة حالة ولكني وضعت لها عنوانا قلت فيه شعب عريق نزعت إرادته وغاب القانون في بلاده فحكمته سلطة ميليشياوية فاسدة شكرا لكم نتقدم بشكر جزيل للأخوة المتحدثين عن هذه الأوراق نفتح باب الأسئلة والمداخلات بس كل واحد دقيقتين فقط لأنه الوقت قصير جدا شكرا عندي سؤالين للتحدثين سؤال أول للأستاذ أندرسون أنه في عنا مشكلة بالقراءات ومتابعة الموقف الأوروبي في مسائر طريقة التعامله مع ما جرى في العراق 2003 حتى اليوم الموقف الأوروبي لحد الآن ما في عنا شيء واضح بيقلنا أنه هذا هو الموقف الأوروبي الحقيقي يعني هذه الصورة منقوصة والدليل أنه الموقف الأوروبي اللي عم يشوفه اليوم بأوكرانيا طريقة التعامل مع الملف برأيي من مسألة فقط مصالح المسألة في التعامل مع ملف العراقية 2003 لها مسببات غير مسألة المصالح في عندك إجابة أستاذ أندرسون على هذه النقطة أستاذ محمد بدي سألك إذا عندك تساعدنا بموضوع الغرف إذا اشتغلت على الموضوع عندك بالبحث موضوع ديون العراق ديون العراق إذا تطرقت لا لا أو لا لأنه بدنا نعرف باختصار طبعا أنه ارتدادات الديون على الشق الداخلي في العراق يعني كيف الديون على العراق كيف تأثير اليوم ديون عن الجانب الاقتصادية الطبع أنا أريد الجانب الاجتماعي دكتور فيها الشق الاجتماعي كيف أثرت الديون العراقية الداخل والخارج على الداخل العراقي شكرا الحقيقة الكلام اللي طرحها بالورقة الأستاذ أندرسون وبعض التعليقات تحدثوا عن تقصير بعضهم قال ربما متعمد من قبل منظمات دولية فيما يخص ملف حقوق الإنسان في العراق الحقيقة هناك تآمر وتواطئ من المنظمات الدولية في ملف حقوق الإنسان في العراق وأبسط دليل ممثلة يونامي بلاس خارد هي وزيرة الدفاع هولندية قواتها يوم كانت وزيرة الدفاع مسؤولة عن مجزرة بحق العراقيين أثناء احتلال العراق وتجتمع مع الميليشيات التي ترتكب إبادات جماعية في العراق على مدار العام تجتمع بهم وتتبادل الضحكات والابتسامات معهم وتقاريرها وإن كان فيها أحيانا بعض النقاط الكاشفة للوضع السيء في العراق لكنها في مجملها تغطي على جرام الميليشيات ونحن نعلم شيء بسيط مما ذكره الأستاذ محمد عن واقع الميليشيات في العراق وتحكمها في العراق المصيبة الأكبر أنه الآن قوة سياسية داخل العراق دخلت في العملية السياسية بحجة انصاف المظلومين استخدمت ملف حقوق الإنسان كورقة سياسية يعني كتلة سياسية بارزة لما اكتشفت مقبرة جماعية شرق الفلوجة قائد هذه الكتلة أمر بالتغطية والتعتيم ولم يعمل أي شيء في استخراج هذه الجثث وعمل فحوصات على هذه الجثث ومحاسبة من ارتكب الجريمة بحق هؤلاء المدنيين ولما الميليشيات هددتهم ذهبوا إلى ذو الضحايا وعملوا تجمع لهم ورفعوا صور الضحايا وقالوا لن ننسى مرتكبي الجرائم وكذا شيء معي بالحقيقة تعلموا من هذه المنظمات الدولية الظالمة واستخدموا هذا الملف الإنساني المؤلم المريع في العراق استخدموه كورقة سياسية هناك استخدام سياسي للملف الإنساني خصوصا في العراق مع الشكر التغليل الأمر الأول فيما يتعلق بعدم وجود أي فعل من المجتمع الدولي طبعا بسبب الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال في عام 2003 قانون الاختصاص العالمي تم تعديله لأننا رفعنا شكوى ضد الجنرال تومي فرانكس وتم تعديل القانون وحدث الأمر ذاته في إسبانيا قدمنا قبل إلغاء هذا القانون قدمنا طلبا للنظر في الإبادة الجماعية ضد الشعب العراقي قد تذكرون القانون الانتهاك وهو تهديد لمحكمة الجنايات الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقالت بأنها ستغزو لاهاي إذا تمت محاكمة أي أحد من جنودها ضد جرائم الحرب في ذلك الوقت كان هناك قوة عظمى واحدة الآن يتغير الوضع بعض الشيء طبعا لم يتغير كثيرا سياسيا ولكن اقتصاديا وطبعا السياسة تتبع الاقتصاد بعد فترة فإذا عدم الفعل أو غياب الفعل جرى الكثير من الأعمال وقد ذكرت في عام 2005 كان هناك تجمع لمحامي حقوق الإنسان الذين قاموا برفع طلب للمنظمات الأمريكية ضد الهجمات التي حدثت على العيادات والمشافي في الفلوجة في سبتمبر 2005 كانت محكمة ألمانية نصدرت قرارا بأن الحرب الأمريكية في العراق كانت ضد القانون الدولي في نوفمبر 2006 مركز الحقوق الدستورية رفع لائحة اتهام ضد دونالد درامسفيلد في ألمانيا باتهم ارتكاب جرائم حرب وفي مارس 2007 قاضي إسباني قال بأن مهندسي الحرب في العراق يجب أن يحاكموا كمجرمي حرب وفي عام 2011 مركز الحقوق الدستورية ومركز آخر رفعوا دعوة في فرنسا ويقولون فيها بأن وزير الدفاع السابق الأمريكي دونالد درامسفيلد سمح بالتعذيب في مراكز الاعتقال التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة تطول طبعا في يناير 2010 هناك أمر مهم كان هناك تقرير ديفيدز في هولندا والذي استنتج بأنه لم يكن هناك تفويض سليم في القانون الدولي يسمح بغزو العراق طبعا كان هذا كانت هذا قد منفوضية تم تفويضه من قبل الحكومة الهولندية وكان فيها أكاديميين محامين وقاضي في محكمة العدل الأوروبية وقاضي آخر ولم يحدث أي شيء فقط ينأخذها كاستشارات وفي عام 2011 هناك أيضا أمر مهم آخر حدث وأيضا إندر كومار وهو محامي أمريكي رفع دعوة ضد الرئيس جورج بوش والولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك تقرير أمام المحكمة الجنات الدولية في عام 2014 وهناك أيضا لجنة تشيلكوتش للتحقيق والتي أصدرت تقريرا والذي كان واضحا بأن الغزو لم يكن قانونيا ولكن لم تفضي أي من هذه المحاولات إلى نتائج قانونية على الأطراف التي بدأت هذه الحرب لم يكن هناك أي إيدانة لأي سياسي كان من مهندسي الحرب ولم تفضي أي من هذه المحاولات إلى دفع تعويضات للمواطنين العراقيين الذين عنوا المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية لم تفي بعملها في إدانة الفضائع التي ارتكبت في العراق في ظل القوة المحتلة والحكومة التي وضعتها هذه قوى الاحتلال طبعاً لم يكن هناك منظمة دولية واحدة قد قالت أو أعلنت بشكل علني بأن غزو العراق كان غير قانوني في الظل أو بمجب القانون الدولي نعم كوفي عنان ذكر ذلك لاحقاً وتقرير آخر ذكر لاحقاً في ذلك الوقت ولا حتى أو منظمة العفو الدولية لم يقول ذلك أبداً بأن غزو العراق واحتلال العراق كان غير قانوني نحن أصدرنا تقارير نقول فيها أن كل ما بني على غزو غير قانوني هو غير قانوني فبالتالي كل شيء في العراق كان غير قانوني بعد عام 2003 ما عدا المقاومة العراقية كانت هي الأمر القانوني الوحيد الذي حدث وقد أصدرنا بياناً حول هذا الأمر أن المقاومة العراقية فقط هي الأمر القانوني الوحيد في العراق وذكرنا ووثقنا ذلك ووثقنا يعني بنود وأحكام القانون الدولي وما إلى هنالك من هذه النقاط القانونية على الأقل استطعنا أن نكسر هذا السقف الزجاج لوسائل الإعلام العامة حتى عندما بعض الأشخاص المهمين الذين ذكرتهم سابقاً وقعوا على هذه الوثائق فبالتالي يمكن للمرء أن يتوقع بأن الشخص مثل ناوم تشومسكي والذي يظهر في كل وسائل الإعلام يتحدث عن ما يحدث في أوكرانيا ولكنه هو أيضاً وقع على هذا البيان أيضاً ولكن لم يطلب منه أو لم يسأل أي سؤال حول هذا الشأن ما هي الوسائل التي يمكن أو تعمل على وضع هذه الانتهاكات أمام العدالة هل هناك وسائل يمكن للعراق أن ينتهجها أو لأهالي الضحايا من القيام بها كما قلت قانون الاختصاص العالمي ألغي في عدد من الدول ولكن لا تزال هناك أماكن موجودة أو متاحة انظروا إلى ما يحدث في أوكرانيا الآن ينصحون الناس بأن يرفع قضايا أمام المحاكمة الوطنية في هذه البلاد بناء على الاختصاص العالمي بالنسبة للعراق حتى يعني نحن لازلنا نواصل حتى إذا لم يتم إنجاز شيء كبير في هذا الموضوع قد تكون هناك بعض التعوضات لبعض العراقين الذين رفعوا دعاوى في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى إذا حاليا لم يحدث شيء كبير أو لم يتم إنجاز شيء كبير حتى الآن يجب أن لا نتوقف في محاولة مساءلة هؤلاء المجرمين وإلا ما الذي نقوم به طوال الوقت جميعنا نحن نحن نحاول إيقاف إعادة كتابة التاريخ إذا رأيتم ما حدث مع حركة السلام العالمية بعد المجازر التي حدثت في سربيا في عام 1999 لم يكن هناك حركة السلام كان هناك القليل من الأشخاص هنا وهناك والحرب كانت قانونية أيضا ولكن بالنسبة للعراق كان هناك مظاهرات هائلة في مختلف عواصم العالم ولكن بسبب بعض الأشخاص الذين وقفوا إلى جانب العدالة وبسبب حركة السلام العالمية تحدثوا عن عدم قانونية العقوبات وتحدثوا عن هذا الموضوع فبالتالي هناك بعض التأثير الذي يمكن أن يكون لها في حركة السلام لأنه في هذه الحركة تقوم بنشر أفكارها من الأعلى إلى الأسفل أو إلى القواعد بعد عام 2003 بعد غزو العراق جرى توثيق الأمور وكما ذكرت حدثت العديد من الأمور كل هذه الوثائق من هذه الحالات يمكن تجميعها وعندما تسنح الفرصة يمكن إعادة تقديم كل هذه القضايا حتى وإن بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية وتقول بأنه مثلا لن نواصل أو سنقف التحقيقات الأولوية نعم هذا أمر قائم ولكن طيب الموقف الأوروبي الموقف الأوروبي ليس هناك موقف أوروبي واضح من الجرائم التي ركبت في العراق هذا صحيح والآن أكثر الاتحاد الأوروبي خاضع تماما للولايات المتحدة الأمريكية وهذا أمر سيء للغاية كان هناك وقت حيث نأوا بأنفسهم من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في عام 2003 بالذات قبل الحرب كان لدينا أوروبا القديمة وأوروبا الجديدة لدينا فرنسا ألمانيا بلجيكا روسيا يعادون الحرب التي جرت في العراق ولكن علينا أن نتذكر فرنسا كان فيها شركة توتل ولوك أويل من روسيا شركات النفط هذه صدام حسين قدم لهذه الشركتين عقودا لاستثمار عبار النفط أو حقول النفط وكذلك كان هناك شركة أسترالية إلى جانب هاتين الشركتين فبالتالي الولايات المتحدة اضطرت إلى غزو العراق وإلا كانت ستخسر حصتها من هذا السوق المربح هذا السوق النفطي المربح هذا لم يكن السبب الوحي طبعا فرنسا في ذلك الوقت كانت دولة لا تفضل التدخل في شؤون دول الأخرى ولكنها تغيرت بعد ذلك الآن مع ما يحدث في أوكرانيا جميع الدول الأوروبية تقف وراء الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا أمر غبي بالنسبة للروس أن يغزو أوكرانيا وإن كنت أتفهم مبعث ذلك بالنسبة لهم لأنهم قد تم قيادتهم أو دفعهم إلى غزو أوكرانيا ولكن إذا كنا نتحدث ضد غزو أي بلد دات سيادة ونحن نتحدث عن ضد غزو العراق فيجب أن نتحدث أيضا عن أن نكون ضد غزو أوكرانيا ويجب أن نتذكر أنه في عام 2003 كان هناك قوى دولية أو تحالف دولي يقومون بغزو العراق ويجب أن نتذكر أيضا أن سيد زلنسكي هو شخص صهيوني شكرا جزيلا أستاذ أندرسون على هذه الإجابات ولان اتفضل أستاذ محمد للإجابة على السؤال فيما يخص الجانب الاجتماعي فيما يخص الديون العراقية الحقيقة الديون لا تندرج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان الانتهاكات هي تأتي من ضمن الاختلاسات أو الفساد الإداري الذي يجري في داخل الحكومة العراقية وعندي في هذا ثلاث عنوان رئيسي العنوان الأول هو تصريح رئيس الجمهورية في العراق الذي تحدث عن حجم الاختلاسات الذي يصل لهذا تصريح رسمي وهو موثق يصل إلى 1 تريليون دولار 1 تريليون دولار حجم الاختلاسات من الأموال العراقية العنوان خلال فترة الاحتلال هذه حوالي هو صرح في العام الماضي يعني بتتكلم عن 18 سنة هناك 1 تريليون دولار هذه أموال لا يعرف أين ذهبت يعني هذا حجم الاختلاس العنوان الثاني هو موضوع الفساد الإداري الذي جرى في المؤسسة التعليمية هناك 700 مدرسة كان المفروض هدمت بحجة إعادة الإعمار ولكن بسبب الفساد الإداري والاختلاسات وعدم تخصيص أموال من حكومة العراقية لم يتم بناء هذه المدارس نحن نتحدث عن حوالي 650 ألف طفل عراقي خارج هذه المدارس المفروض يكونوا في هذه المدارس لذلك في آخر تقرير القدرة التنافسية العالمي للعام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي أخرج التعليم من العراق من قام التقييم العالمي اعتبروا خارج التقييم هذا بره خلص وبناء عليه خرجت المؤسسات الأكاديمية العراقية من هذه القوائم من التقييم الآن أصبحت الجامعة العراقية بعد أن كانت في مقدمة هذه القوائم اليوم هي في ذيل هذه القوائم نتيجة هذا العنوان الثالث في موضوع الاختلاص الذي يندج ضمن انتهاكات حقوق الإنسان هو ما جرى في المؤسسات الطبية كلكم يعلم الانفجارات والحرائق التي تمت في مركزين طبيين في العراق في الفترة الأخيرة وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء في اليرموك وفي النجف صحيح السبب هو ماذا؟ السبب هو الاختلاسات التي كانت تتم في إعادة بناء هذه المؤسسات الصحية خارج المواصفات الهندسية المطلوبة حتى يكون هناك اختلاس في الأموال فنتجة لذلك لا يوجد سيفتي مطلوب أو نسبة أمان كما هو مقرر في التندر تعمل المناقصات ويتم تجاوزها بالتواطئ مع الحكومة العراقية هذا أدى إلى الانتهاكات التي رأينا وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء في هذا العنوان شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه التوضيح والشكر موصول إلى الأستاذ ديرك أندرسون الناشط والحقوقي وإلى الأستاذ محمد مشينيش الناشط الحقوقي والحاصل على إجازة بحقوق اللاجئين وأشكر الحضور على سعة صدرهم لهذه الجلسة المطولة وأدعو الأستاذ جاسم الشمري لبدء الجلسة الثالثة مع التقدير ترجمة نانسي قنقر